تستواصل الحملة الانتخابية على مستوى مقاطعة بيرمغرين وسط تنافس كبير بين المترشحين فريق من مكتبنا في ولات تيرزامور يصدرنا في التقليل الآتي أجواء الحملة هناك فعاليات واشطة الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الثالث عشر يونيو الشاري تتواصل على مستوى مقاطعة بيرمغرين بين الأحزاب السياسية الساعية للفوز بالمراكز الانتخابية للمقاطعة وفي هذا الإطار تأتي السهرة السياسية والفنية المنظمة من طرف حزب الانصاف والتي تمت بحضور المنسق الجهوي للحملة على مستوى المقاطعة وأعضاء المنسقية وتطرق خلالها الفاعلون والمترشحون لسعي الحزب من خلال مرشحيه إلى ترقية المدينة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وفق تعبيرهم كما رحبت المداخلات بكل المنضمين للحزب ودعت كل الفاعلين إلى العمل من أجل إنجاح لوائح الحزب خلال يوم الاقتراع وتضمنت السهرة فقرات ذنية وأدبية حثت الشماهير على التصويت لمرشح حزب الانصاف حزب الإصلاح نظم هو الآخر سهرة سياسية حضرها مرشح الحزب وأعضاء حملته الجهوية وقد عرفت المداخلات بمساعي الحزب من خلال مرشحيه لخدمة سكان المقاطعة والسعي لحصولهم على الخدمات الأساسية والبنى التحتية اللازمة وفق تعبيرهم ودع المرشحون أنصار الحزب إلى العمل على تعبئة السكان من أجل التصويت لخيارات الحزب خلال الثالث عشر مايو الجاري وتعهد المرشحون ببذل الجهود لطرح مشاكل السكان وخدمتهم إن تم التصويت لهم وشهدت السهرة وصلاة فنية وأدبية دعت إلى التصويت لخيارات حزب الإصلاح آمال كبيرة تعلقها الأحزاب السياسية على الناخبين من أجل اختيار مرشحيها في العبور إلى المناصب الانتخابية باعتبار الناخب وحده من يمتلك ذلك القرار لقناة الموريتانية محمد البلال من مدينة بيرمغرين